تواصل اللجان المتخصصة بالحوار الوطني اجتماعتها لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها خلال الجلسات العامة بهدف صياغة التوصيات النهائية قبل عرضها على مجلس الأمناء وانطلقت جلستان متخصصتان هما الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي والنظام الانتخابي للمجلس الشعبية المحلية ضمن لجنة المحليات للمحور السياسية أساس أي تطوير هي الإدارة المحلية والحفاظ على الإنجازات العظيمة التي تتم في مصر من الإدارة المحلية وخدمة المواطن بشكل محترم من الإدارة المحلية لأن الإدارة المحلية يتمثل كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من أول ما يتولد لحد شهادة الوفاية بتاعته بمناسبة مدرسته وشارعه ونارته وكل مشاكله الحقيقة نظفة للمكان كل دي مشاكل محلية وكلها مشاكل إدارة المحلية بالنقش موضوع مهم جدا فيما يخص الإدارة المحلية وهو فكرة النظام الانتخابي للمحليات حقيقة الموضوع كان محتاج دراسة وعصار جدل كبير خاصة المادة 180 من الدستور كان فيها بعض المتطلبات الدستورية المفروض تبقى متوفرة في المجالس المحلية من حيث طبعا الفئات المفروض تبقى ممثلة في المجالس دي سواء كانت من فئات معينة زي العمال والفلاحين أو من حيث المرأة أو الشباب أو المسيحيين وزاوي الإعاقة تالي فإزاي نقدر نمثل كل هذه الفئات بصورة معينة ونسمح لأكبر عدد برضو من نسلق التراشح عشان كده بدأنا نتكلم في توسع إزاي في تعريف العامل والفلاح بحيث يشمل كل الناس اللي هي اللي ممكن تبقى عندها عمل مقابل أجر معين أراء بتدور حول أربع كراحات الاقتراح الأول قائمة مطلقة مغلقة الاقتراح الثاني قائمة نسبية أو قائمة نسبية الاقتراح الثالث قائمة مطلقة بالنسبة 75% ويطرق جزء 25% يجمع بين قائمة مطلقة وقائمة نسبية والرابع قائمة مطلقة وال25% اللي كانت اللي كنا ادناها في البديل السابق للقائمة النسبية يخصص للفردي وطبعا كل بديل من دول له مزاياه ولو عيوبه أنا شخصيا يعني بميل للقائمة النسبية لأنها إلى حد ما بتضمن تمثيل عادل لكل القوة السياسية في المجتمع طرحت مجموعة من التوصيات يمكن حوالي 17 توصية بشكل مباشر وسلمتهم للأمانة الفنية للحوار معظمهم بيدور حوالين التعليم محتاجين نعمل مراجعة كبيرة جدا لمناج التعليم خصوصا نناج التاريخ محتاجين نركز على الحقب المصرية بشكل أكتر محتاجين مناج التعليم بشكل عام سواء لغة عربية أو تاريخة أو غيره يوضحوا للناس أمور كثيرة أهمها أنه هناك آخر أنه احنا مش فصيل واحد يعيش في المجتمع المصري الأهم من كده أنه مصر متنوعة ومصر تحتمل أوج كثيرة جدا ومصر ثقافيا عميقة جدا حالة من التوافق ما بين القوى طرات السياسية الموجودة على وجوب طبعا تنفيذ الاستحقاق الانتخابي المهم جدا الخاصة بالمحليات لأنه استحقاق تأخر كتير جدا ومطلوب لاستكمال طبعا المؤسسات الدستورية والرقابية الخاصة بالمجالس المحلية وأيضا المجالس النيابية لكن في النهاية يعني جلسة مهمة جدا احنا بنسمن طبعا مشاركة كل الطائرات السياسية سواء كانت المهيدة أو المعارضة اللي موجودة معنا في الجلسة ان شاء الله احنا على يعني يقين تام بان احنا هنصل إلى حالة من التوافق بحيث ان يكون النظام الانتخابي بيتم بالشكل الأمس الحقيقة الحضور تحدث في عدة اطرحات منها اهمها انشاء اطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بمسألة الهوية زي وزارة التربية والتعليم وزارة الشباب الرياضة وزارة الثقافة مجلس الاعلى تنظيم الاعلام الازهر الكنيسة المصرية كل دي جهات معنية بمسألة الهوية الوطنية وكيفية الحفاظ عليها والحقيقة انه اختصارا للموضوع الهوية الوطنية او الهوية المصرية الصورة ليست مأساوية وما فيش مشكلة كبيرة فيها الا انه احنا غرقنا في مستوى التطور للتكنولوجي اللي وصلنا له والحادثة اللي وصلنا له واحنا محتاجين بالفعل ان احنا نواكب هذه الحادثة ونعتدل في استخدامها والحقيقة كل جهة من اللي انا ذكرتهم دول عندها من البرامج والخطط والاستراتيجيات اللي ممكن تسهم اسهم كبير جدا في الحفاظ على الهوية الوطنية النهاردة دي جلسة مصغرة ملحقة بي الجلسة الرئيسية علشان بلورة التوصيات اللي اتقالت وتنقيتها والخروج بتوصيات رئيسية اللي المفروض هتعرض على الامانة الرئيسية للحوار الوطن كنا بنتكلم عن ايه هي ابرز التحديات اللي بتواجه الهوية المصرية وخصوصا عند النشأ بسبب انفتاح العالم ووسائل التواصل الحديثة اللي خلت اساليب المعرفة متنوعة جدا بينا بنشوف بعض الحملات اللي هي تهدد الهوية المصرية زي التشكيك في اصل الحضارة المصرية زي بث بعض القيم الغريبة عن القيم المصرية